حلقة اليوم هنتكلم عن بوتاجاز فريش هامر موديل 68-53 محتاج من حضراتكم تحفظوا معايا اسم الموديل ده تحديداً 68-53 البوتاجاز ده قدم مفهوم جديد تماماً وغير قصص كتير قوي عن الموديلين اللي قابلوا 63-72-64-46 الفريش الهامر اللي موجود معنا في الحلقة دي 68-53 مع المروحتين مروحة التبريد ومروحة توزيع الحرارة داخل الفرن مع الباب الهايدروليك قصة تانية خالص من الاداء بعد تجارب المستخدمين وكمان رأي كبار الفنيين في اداء الجهاز مع الماتيريال المحترم جداً اللي بتقدمه شركة فريش البوتاجاز الهامر موديل 68-53 هنحكي لكم كل حاجة عنه بالتفصيل وكمان السعر لكن قبل مبدأ ياريت لو اول مرة بتشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عايز اقول لكم ان الحلقة دي ياريت تشوفوها للاخر لانها تفرق معاكم في اختيار البوتاجاز البوتاجاز مهم واحد البوتاجازات الهامة جداً في شركة فريش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك المكان الافضل لصناعة المحتوى بناء التأثير والعلامة التجارية باستخدام الفيديو النهاردة ان شاء الله جايب لكم واحد من اهم البوتاجازات اللي موجودة في شركة فريش وبوتاجاز فريش هامر خمسة شعلة ستال ستيل البوتاجاز موديل 68-53 كل حاجة بالتفصيل هنحكها لكم لكن عودوا نفسكم وانتوا بتشتروا اي بوتاجاز تبصوا على حاجات مهمة زي الشعلات الحاجة المهمة اللي موجودة في الشعلة اتأكد من وجود مكون سباة في الايطالي لانها احد الشركات الهامة جداً في صناعة اكسسوارات البوتاجاز طبعاً بفتح كل شعلة لازم ابص على الشعلة من اليمين كده ابص عليها واتأكد ان هي موجودة في مكون سباة في الايطالي في البوتاجاز ولا لا ده بيدي البوتاجاز عمر اطول طبعاً البوتاجاز اللي موجود معنا النهاردة هو بتجاز امان كامل واشعال ذاتي لكل مفتاح وصولاً الى الفرن والشواية مع بعض يبقى برضو لازم اشيك على الشعلة اللي موجودة في النص عشان اتأكد وجود مكون سباة في الايطالي موجود فيها ولا لا في بعض البوتاجازات او بعض الشركات بتحدد مكون سباف الايطالي في الشعلة الوسطية فقط وعلى الجانبين ما بيكونش فيه مكون سباف الايطالي مهم جداً جداً ان اتأكد وجود خمس شعلات موجودين فوق سطح البوتاجاز مدواً عليهم اسم سباف الايطالية ده هيدي البوتاجاز عمر اطول مازلت في سطح البوتاجاز ومازلت ببص على كل شعلة من الشعلات وبتأكد من وجود علامة سباف الايطالية لان ده شيء مهم جداً جداً طبعاً فيه شامعة الاشعال الذاتي موجودة وفيه الامان الكامل ووظيفة الامان الكامل لو حاجة ادلقت على النار هو شغاله وبيفصل الغاز اوتوماتيكياً فيه طفل مثلاً بيلعب حرك المفاتيح مش هيفتح معاه الاشعال ولا حاجة بسبب وجود الامان الكامل سطح البوتاجاز منظم جداً ونضيفه كمان الحوامل من الحديد الظهر ومن مميزات فرش الهمر الهيدروليك بتصميمه المتين هي حوامل البوتاجاز المصنوعة من الحديد الظهر مما يعطيه مظهر قوي كمان الحوامل هتوفر لحضرتك سبات اكبر للأواني وبكده هتقدر تستمتع بتجربة طهي بدون اي قلقة وجهة البوتاجاز معمولة من الزجاج لكن سطح البوتاجاز من الاستلس والجانبين كمان من الاستلس تيل الاستلس المطفي المقاوم ضد الصدق كمان المفاتيح اللي موجودة من المعدن ممكن انا سحبت مفتاح منهم عشان اتأكد بنفسي لقيت فعلاً المفتاح مصنوع من المعدن طب في ناس هتقول لي المفتاح المصنوع من المعدن ده ممكن يعمل درجة سخونة اقول لحضرتك لا لان في عزل موجود كواس جداً في فرن البوتاجاز نتعرف عليه بعد شوية وكمان في مروحة تبريد ودي ممكن من الحاجات الهامة جداً في الموديل التمانية وستين تلاتة وخمسين عشان كده بطلب من حضراتكم تاني وبأكد عليكم تحفظوا الموديل ده هيكون مفيد جداً وانتو بتشتيروا البوتاجاز البوتاجاز ده مهم جداً جداً موديل تمانية وستين تلاتة وخمسين طبعاً في شاشة بتعمل باللمس بتحكم في درجة ضبط البوتاجاز وبتحكم في الدجتال طايمر دلوقتي هنتعرف على الساعة الكبيرة اللي موجودة للفرن لكن من فوق موجود الفتحات والفتحات ده يقصد بيها ان البوتاجاز بيحتوي على مروحة تبريد اسفل الخمس شعلات عشان يحافظ على التبريد بشكل كويس موجود البوتاجاز يبقى كده البوتاجاز مدعم بعزل قوي جداً موجود في الفرن بالاضافة لمروحة تبريد ودي كويسة جداً عشان خاطر المفاتيح ما يحصلش فيها سخونية في ايد حضراتكم منتو بتستخدموه كمان انا شايف من الاجناب موجود في الحاجة اللي شايلة الحامل من ودي ممكن احد الحاجات المهمة الموجودة جداً في الموجودة بشكل كويس جداً في بوتاجاز فرش همر لكن سنوات الضمان هنا خمس سنين بعد ما كانت آآ سبع سنين مش هيفرق كتير لان شركة فرش بتهتم بعملاءها جداً وكمان آآ طول فترة الضمان وبعد الضمان بتقدم خدمة مميزة جداً وسريعة الاستجابة عن طريق تسعتاشر زيرو تسعة وخمسين ده الخط الساخن لشركة فرش بعد ما اتعرفنا على البوتاجاز من السطحة والوجهة الامامية طبعاً وعايز اقول لكم ان هو فيه مفتاح للفرن ومفتاح للشواية والاتنين بيشتغلوا مع بعض وباب الفرن مغلق كمان من الجناب هنا لو خدت بالكم ان ده هيكون ورق والورقة دي هتتشال هيكون فيها المقاوم ضد الصدق هيستحمل عايز اقول لكم كمان ان الحوامل بتاعة الظهر آآ بتكون للداخل شوية بحيث ان هي تكون قريبة من الشعلات وسطح البوتاجاز بيكون مميز وشكله جميل جداً فيه مناورة جيدة جداً من ظهر البوتاجاز آآ بحيث لو ما صورت الغاز من ناحية اليمين هتركب من ناحية الشمال كمان هتركب آآ لكن مش موجود مع الفواني بتاعته فده بتكون موجودة داخل فرش وهم بيركبوا او بيجي فان الغاز بيوسع الفواني وبيبدأ يتعامي عليه بشكل صحيح عشان يكون اكثر اماناً بتجاز هايل جداً جداً وسعر البوتاجاز بيكون عشر تلاف متين وخمستاشر في الوقت الحالي وكمان بيكون نازل عليه كبون خصم من شركة بيتك يعني كبون الخصم ممكن يوفر خمسمائة جنيه من ثمنه فيكون في حوالي تسعة تلاف سبعمية لو حسيتوا ان الفيديو ده ممكن يفيد حد غيركم ياريت شاركوا الفيديو متنسوناش باللايك للفيديو والاشتراك في القناة واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة